يبدو أن سلسلة التفاهمات التي حكمت معارك الجنوب السوري سواء أكانت العسكرية منها أم التفاوضية والتي كانت بين كل من روسيا وأمريكا وإسرائيل من جهة وروسيا والفصائل على الأرض من جهة أخرى جميع هذه التفاهمات ذهبت أدراج الرياح مع الأنباء المتصاعدة حول القواعد الإيرانية الناشئة وميليشيات تابعة لها في تلك الرقعة ووفقا لمصادر إعلامية متطابقة فإن الجهود ميليشيات أجنبية وأخرى سورية تنصب في الوقت الراهن على تمتين وجودها في الجنوب بعد السيطرة على المنطقة في تموز الماضي هذا التثبيت بدى ظاهرا للعيان في المحيط الشرقي لمحافظة درعا ولسيما في منطقة اللجات التي تعد من أوعار المناطق في الجنوب إضافة إلى مواقع إيرانية أخرى موجودة في الأصل في إزرع وقرفع والتي غيرت راياتها وأعلامها لتشابه قوات النظام بنى الحملة العسكرية على الجنوب في حزيران الفائت الجهود الإيرانية تلك وعبر ميليشيات حزب الله لم تقصر فقط على التمركز العسكري للقوى الأجنبية بل تمدد مع توسيع دائرة التجنيد لأهالي المنطقة الذين كان معظمهم من المنضوين تحت رايات فصائل المعارضة التي وقعت فيما بعد اتفاقات تسوية مع روسيا قضت بتسليم المناطق والسلاح مقابل أمان مؤقت لمدة ستة أشهر يتلوه تجنيد في الفيلق الخامس التابع لروسيا كنوع من التجين العسكري لمقاتلين سابقين دون تحديد أهداف هذا التنسيب أو مستقبله ويرى البعض أن ما يربط بين إنشاء القواعد والتجنيد الذي يتخذ شكلا ماديا في الوقت الراهن يعد استنساخا ما يزال في مراحله المبكرة لتجربة حزب الله في لبنان الذي تحول اليوم وبعد سنوات من ترديد شعارات الموت لإسرائيل إلى حاكم فعليا للبنان وبنكهة طائفية بحتة وتابعية مطلقة لإيران